مرحبا كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير انتو عم تحضروني لليوم. فيديو اليوم حبات اني احكي عن اللهجات اللبنانية اه بين الجنوب وبيروت والبقاء لانه في كتير ناس مفكرين انه بس اه اللبنانية بيحكوا باللهجة يلي بيحتروها بالمسلسلات اه والافلام يلي هي البيروتية ويلي هي هاكي جاية اه مودرن ما بعرف يعني كتير هني عفكرة حتى العرب يعني بيقولوا انه ايه شو لهجتهم حلوة وناعمة ودلوعة وما بعرف شو فحبت احكي عن هيدا الموضوع بهيدا الفيديو قبل ما بلش ما تنسوش تشيركم بالقناة وتفعروا جرس الاشتراك وشارك للفيديو طي وصلكم كل جديد فهاكي يعني متل ما كنت عم اقول انه في كزا لهجة في لبنان في البقاء اللبقاعية الجنوبية البيروتية البقاء الباكية الزحلوية في كتير لهجات طبعا انا اكيد ما بعرفون كلهم بواس حتى على فكرة حتى بالجنوب نفسه انا من الجنوب حتى بالجنوب في كزا يعني بتختلف اللكنة من ضاعة لضاعة حتى مش كلهم نفس الشي بيحكوا فحبت احكي عن هيدا الموضوع بهيدا الفيديو بس انتو خبروني قبل انتو شو بتحسوا يعني لللهجة اللبنانية انو بتحبوها او لا كيف بتلقوها دبش نعمة حلوة دلوعة مثل ما بيقولوا خبروني انتو رأيكم بالتعليقات هلا جهزت كم كلمة هيك بس لحبت اقولهم بالفيديو لفرج الفرق بس اكيد يمكن لبقى عيه يمكن ما تزبط معي يمكن ما قولها مزبوط فما كتير تعلقوا على الموضوع فيكن تصححولي بالتعليقات يلي بيعرف يحكيها في اول شي مثلا بيروت بيقولوا هاي كيفك سافا بتعرفوا معروفين هنه انو كيفك سافا لانو هاي انو هاي يعني قد بيحكوا عربي وانجلش وفرنسي بنفس الجملة المهم فبيقولوا هاي كيفك سافا انو عم بيسلموا على الواحد قال بالبقع بيقولوا وين يو كيفك هيك شي يعني بالجنوب بيقولوا مرحبا كيفك شو اخبارك ما في شي كتير غريب او اذا مش انو في منهم ما بيقولوا كيفك كيفيك هيك بيمغطوها شوي بيروت بيقولوا هلأ مسلا بدي اعمل شغلي هلأ بالبقع اسا بالجنوب كمان بيقولوا اسا او هلأ يعني بيقولوا تنتان بس كمان اسا مسلا في منهم بيقولوها اسي هاي هايدي اليا يعني هيك بيمغطوها مشكلهم مشكلة ضيع بيروت بيقولوا هون وهونيك بالبقع هاك جاي وهاك راح وبالجنوب بيقولوا اعم بتذكرهم بس عم بتطلع لانو كاتبون بالجنوب بيقولوا كمان هون او هونيك هونيك مش هونيك 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 او هون بتصير هونيك 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 كمان هلأ بيروت بيقولوا ما بدي ما بدي او ما بدي بالبقع بيقولوا ابديش وبالجنوب بيقولوا بديش بيقولوا ببيروت كمان لا بالبقع بيقولوا لاي ليش بالجنوب لاش ببيروت بيقولوا شو انو شو في يعني شو باك بالبقع بيقولوا شنو هاك انا شفتها اذا عم بقولهم غلط حيصححولي اهل بالجنوب بيقولوا شو مش شو شو او شوي هلأ هول كانوا كم كلمة بالنسبة انو بين بيروت والبقع والجنوب هلأ في كم كلمة كمان بالجنوب اه يمكن الناس يمكن بيسمعوا فيها وما بيعرفوها مثل مسلا في يا قباري يا قباري كيفك يا قباري اه انو يعني تقبرني بيقولوها مسلا اه السلعدة مسلا بيقولوا بالجنوب السلعدة شو شو يعني السلعدة السلعدة يعني السل للعدوين للأعداء يعني وكتير كمان معروفين الجنوبية بيقولوا يا مشحر يا مشحر يا عدوين مسلا فهايدي هيك معروفة يا مشحر كتير بيستعملوا يا مشحر مسلا بيروت بيقولوا طريق بالجنوب بيقولوا طريق مش طريق طريق او ازا بدون يقولوا لواحد زيح عجنب بيقولوا زيح از بحز ابحز مش مش زيح بيروت مسلا بيقوله زيح بالجنوب زيح از على نفس الكلمة او مسلا مثل ما قلت بيستعملوا كلمات تانية مثل از وابحز كمان بالجنوب بيستعملوا بديش بعرفش بكلش بشربش يعني كمان هايدي الش اللي بالاخر بيستعملوها بكلماتهم مسلا ازا بتكون تقولوا لحد حل عني بالجنوب بيقولوا فرقنا فرقنا بريحة طيبة بفل من هون فرقني وحتى في ضاعة مسلا بتقول عن الكلسات هادي بس ضاعة بالجنوب مش مش كل اهل الجنوب بيقولوا هاكي بس في ضاعة انا بيعرفها بيقولوا الشين عن الكلسات ما بيعرف ازا كمان بغيرها لهايدي الضاعة بالجنوب ازا في مناطق تانية بلبنان كمان بيقولوا الشين عن الكلسات فانتو خبروني بالتعليقات وخبروني ازا ازا حدا من اللي بقع حضر سائبة انو حضر هايدا الفيديو بيعرف ازا عم بقول هولي الكلمات صح او غلطي صحح لنا بالتعليقات. وهيك ما نكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو. حبيت اني اعمل هيدا الفيديو عجبتني فكرته. بس لحتى تبين انه يعني فيه ناس مفكري انه بس اللبنانية بيحكوا بطريقة واحدة ويلي هي البيروتية هيدا الطريقة الدلوعة شوي. فحبيت اني ازا حدا حضر الفيديو يعرف انه لا في لهجات غير كمان. وبشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.